أعمق من دوافع النفوذ السياسي والأطماع الاقتصادية يرسم النظام الإيراني خريطة نفوذه بدافع عقائدي عابر للحدود بأذرع دموية تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها الحرس الثوري الإيراني يصرح بهذه الحقيقة في خضم رده على التهديدات الأمريكية بشن حرب عسكرية على طهران وعلى لسان قائده حسين سلامي يقول إنه لا يمكن تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة حتى لو أرادت إيران ذلك لأن نفوذها ناتج عن إيمان عقائدي في إشارة إلى تبني الميليشيات المنتشرة في العراق وسوريا ولبنان واليمن هذا النهج الطائفي الذي غذاه نظام طهران اعتمادا على تلك الميليشيات يهدد الحرس الثوري بإشعال النار في الشرق الأوسط في حال تعرضت بلاده لحرب تشنها واشنطن أو غيرها ولا يكتفي بالتهديدات بل يستمر في ممارسة عمليات القرصانة وإقلاق أمن أهم طرق الملاحة البحرية في العالم وأمام ذلك أقصى ما تتخذه واشنطن حتى الآن هو البحث عن سبل سلمية لحماية ناقلات النفط في الخليج العربي الإدارة البحرية الأمريكية في مذكرة إرشادية بشأن التهديدات الإيرانية قالت إنه يتعين على السفن التجارية التي ترفع العالم الأمريكي إرسال نقاط توقفها في مضيق هرمز ومياه الخليج العربي بريطانيا ليست أفضل حالا من واشنطن تكتفي بالتنبيه إلى أن حماية الملاحة في مضيق هرمز هي قضية أمنية تخص العالم جميعا سلوك الحرس الثوري التخريبي وتصريحه بعقائدية النفذ الإيراني لم يستدعي حتى الآن من واشنطن إنشاء تحالف عسكري دولي تستخدم فيه الصواريخ والطائرات والآليات والمدرعات مع أن واشنطن وبقصص ملفقة وأكاذيب إعلامية شنت حربا على العراق واحتلته وقتلت أكثر من مليون من أهله ثم بذريعة أن تنظيم الدولة يحمل فكرا عقائديا نافذا للحدود دمرت عشرات المدن وقتلت وشردت ملايين السكان في سوريا والعراق وللغرابة كانت ميليشيات إيران جزءا من تحالف واشنطن في حرب الإبادة تلك ضد المدنيين موسيقى